مع الاقتراب من موعد الانتخابات التمهيدية تزداد أجندة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ازدحاماً وهو يكثف جوالاته بين الولايات ضمن حملته الانتخابية لكن هذه الأجندة ستزدحم أكثر بموعد جلسات المحاكمات التي تلاحقها أخطرها تلك التي تقودها وزارة العادل بشأن قضية الوثائق السرية والتي حسم جدل موعدها في مايوها العام المقبل أي قبل الانتخابات اقترحت وزارة العادل الشهر الماضي موعد المحاكمة في ديسمبر قالوا أن القضية ليست بهذا التعقيد ويمكن المضي فيها بحلول ديسمبر لكن محامي ترامب قال أنه لا يمكن أن تكون هناك محاكمة إلا بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024 لأنه من المستحيل تحديد موعد لإجراء محاكمة في منتصف موسم الانتخابات والمدة عليه مرشح فيها القضية إيلين كانون توسطت ترفي نزاع وقالت أن تعقيدات التعامل مع 38 تهمة في هذه القضية تتطلب من المحكمة وقتاً أكثر مما طلبه للدهاء في الوقت نفسه لم تر في ترشح ترامب ما يبرر أو يعيق تأخير المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات من الواضح أن ترامب يستفيد من هذه الدعاوى القضائية أمام منافسه في الانتخابات التمهيدية الاستطلاعات أظهرت تزايد الدعم المقدم له لكن على المدى البعيد ستكون هذه القضايا مشكلة بالنسبة له في انتخابات 2024 فهناك استطلاعات أيضاً تظهر عدم ارتياح فئات متعددة من الناخبين لوجود رئيس ملاحق قضائياً بهذا الشكل وقبل أن تنتهي الانتخابات التمهيدية التي تجري في تواريخ غير موحدة بين مايو ويونيو في مختلف الولايات سيدخل ترامب دوامة الجلسات على الأقل في قضية الوثائق حتى الآن والتي ستجري في ولاية فلوريدا إضافة إلى قضيتين نيويورك وجورجيا وقضية ثانية محتملة لوزارة العدل بشأن أحداث الهجوم على مبنى الكونغرس لم تتحدد تهمها وجلساتها بعد تقدمت وزارة العدل خطوة في معركتها القضائية الأولى ضد ترامب بإجباره على بدء مسلسل المحاكمات قبل أن ينتهي موسم الانتخابات الأمر الذي سعى ترامب وفريقه الدفاعي لتجنبها حتى يركز على معاركه السياسية أمينة سرريتكاينيوز عربية واشنطن